السلام عليكم ازاكا هبيبي عاملين ايه؟ يارب دايما تكونوا بألف خير بصوا هبيبي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البنطلون فيه بناصيل كتاب تيجي رجالي او حريمي اللي هي بتبقى مقطعة فبدل ما الجسم يبان من تحتها احنا بنحط قطع جنس برضو بس من جوه تمام وبنخيطها في رجل البنطلون انا فتحت رجل البنطلون وفكت الاوفر بتاعه من الجنب خلاص من الجنب مش من عند الحتة التخينة لا من الخياطة العادية اللي في الجنب جبت هنا قطع من بنطلون تاني قديم عندي تمام جنس برضو وحطتها بس حطت بقى الحتة الفتحة هي اللي تبان من بره عشان البنطلون نفسه فاتح لو البنطلون معاك يغامق حطي الحتة الغمقه اتفقنا كده يعني انت بتجيبي حاجة قريبة جدا من لون البنطلون بحيث ان هو ما يبقاش باين ما يبقاش شكله ملفد ومستفز يعني في الخروج وكده ويبقاش شكله وحش خلاص انا هنا جبت القطع جبت حتة من البنطلون الجنس كده وقطعتها على قد الحتة المفتاحة في البنطلون وجبت ده شريط فازلين دابل فيس او بقسها على قد الحتة اللي انا هخيطها في البنطلون من الاربع اتجاهات بتسخني المكوى جنبك وبالضغط عليها لحد ما القماشة تلزق في البنطلون بحيث ان هي مع اللبس والقلع وكده القماشة دي ما تفضلش تتحرك معاكي يمين وشمال والدي اللي بيستخدمه خلاص كده يا جماعة لو حد عنده حل للمكوى الكائبة دية انا جبتها قد قويسة جدا 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 اول ما قدت معرفش ايه اللي حصل لها تحسدت ولا ايه مش فاهمة يعني مش عارف ايه مالها مش عارف حاس ان هي ام تكويش يعني لزقت لي مثلا اربع وحدات في البنطلون وما ستة تلاتة يمين وتلاتة شمال في الرجلين لزقت لي حوال اربعة والتنين التنين غضبت علي وما ردتش تلزهم ابدا واسبها واستنى عليها مفيش ما لح حال ما فيش خالص مش راضية لو حد عنده حل لها ونبي يقول لي في الكومنتات ولا حاجة ان انا زهقت بصراحة منها سدت نفسي كتا اول ما قدت كتا حلوة جدا معرفش ايه اللي حصل لها المهمة هنكمل دي انا لزعنا اول حتة هنكمل باقي بقيت القصائص اللي على قد الاطعاطل في البنطلون كده بنفس الطريقة وبعد كده هنروح نخيطها على المكانة مع بعض اه بص انا فتحة منين فتحة من الحتة من الجنب بتاع البنطلون من ناحية الجيب من برا من عند الخياطة النعمة مش الخياطة التخينة الخياطة التخينة قدامكم هزا ما هي اللي هي اللي هي من وراء من جوة من عندي حجر البنطلون نفسه ده انا ما جيتش جنبها انا فتحت من ناحية التانية بحيث ان انا يبقى سهل علي ان انا خيط تحت المكانة ما يقرفنيش ولا افضل ادخل يعني انا جربت قبل كده ان انا خيط والرجل مقفولة خالص كان متعب جدا كده سهل جدا انت بتفكي تركبي الحتة ديت وتخيتي تاني ولو عندك اوفر بتقومي تعمل او حتة اوفر تاني مفيش مشكلة برضو على على الطاير كده بحيث ان انت ما تكلش من القماش بتاع البنطلون ولا تضيق ايه وفي نفس الوقت اتعرفت خياطي ما يخنقكيش على المكان اياه اه بصوا بصوا ما رديتش تلزق معرفش مش راضية خلص وحطها واسيبها الاقيها طالعة معايا طالعة المكوى طالعة بالقماشة معرفش بتعمل كده ضيقتني جدا بصراحة اخر مزهيت وتو والله ما انا مكملك وروح ترحم قيطها على طول على المكانة انت هتزلينا في طريقة تانية عادي جدا بس هي الطريقة دي حلوة بقى ان انا كان ممكن ان انا لو كانت تلزقت حلوة كنت ممكن اخيط من على وش البنطلون حوالين القطع بس انما انا كده عشان ما تلزقتش حلوة من جوة لسبب المكوى فطريت ان انا خيط من جوة على حروف القماشة الجنس اللي انا عمليه زي بالطريقة دي كده والاسف انا والله ما عنديش اوفر حاليا في البيت فعملت القصائص بتاعت الجنس دي كده خيطتها من غير ما اعملها اوفر انت لو عندك اوفر بقى اعملي الحيطة المربعة دي على قد ما انت قصة عشان البنطلون اعمليها اوفر داير ميدور عشان ما تنسلش اه نسمي الله كده المكوى العادية السودة يا جماعة مش عادي بتخيط برضو ما بتقولش لأ وكويسة جدا على فكرة ما شاء الله غرزتها حلوة قوية الحاجات القديمة عمتا تحفى هو قال اللي تعود على الصناعي هتبقى ديها بالنسبة له كئيبة بس اه ما فيش مشكلة يعني اللي بتتعلم بقى لسه اللي بتتعلم ديها تبقى حلوة جدا 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 بالنسبة لها اه علشان يعني بطيقة شوية عن الصناعي الصناعي بتجري تعافش تتحكمي فيها انا عزاقلكم انا متعودة على الصناعي اكتر من ديها تبقى لي كتير قوي ما عدتش عليها بقى ايه تنسى وابقى عاملة الفرماتورة الورى وانساها واشتغل الليل ما كان راجع الورى مش طالعه القديم كنت عمالة عق فيها جامد جدا بسبب ان انا نسيت التعامل معاها بس هنرجع الايام دي ان شاء الله نشتغل عليها شوية حاجات كده الزاكرة هترجع ان شاء الله وهبقى مركزة معاها تاني اه بصي بتعدلي كده القماشة بحيس ان هي ما تبقاش مكالكعة بتفرغي الهوى خالص من تحتها تمام وتخيطي الاربع اتجاهات بتوعيك وعالحرف هو علشان ما تفكش عشان كمان اللي ما يجي يلبس ويالعم ما تضايقوش في اللبس والقلعة وما يحسش اصلا ان في حاجة ما محطوطها اسم في البنتلون وتخلصي وترجع كم خياطة كده كم غرزة فرماتورة عليها تمام وتشدي القماشة من تحت الماكنة وتنظفي خياطك بصوا بقى من برق والله العظيم مش باين اي حاجة فنانة يا جماعة التزبيطات دي مش اي حد بيعملها برضو في ناس توديلها شغل تزبطهولك تكرهك في عيشتك وتحس انت عايز تجمي مش عايزت وهو ما تزبطش هو باز اكتر اهو خلاص خلصت انا كده الرجل كلها عملت التلات حيطة اللي مفتحة فيه تمام هارجع بقى على نفس المكان بتاع الخياطة اللي كان متخيط اصلا في البنتلون هبدأ احطهم كده الجنبين على بعض الرجل القدامانية والورا على بعض وسمي الله كده وخيط بس طبعا انت برضو بتعملي فرماتورة اول الخياطة واخرها عشان الخياطة ما تتفكش في اللبس قاعدين القماش وانت شغالة وفي نفس الوقت ما تشدهوش سيبي القماش مريح خالص على المكانة وحاولي ما تجيش حتة منك تبقى حتة يعني اكبر من حتة لأ زبطي القماش كده وانت شغالة وبالراحة وهو خلي بالك من الابرة برضو لان والله والله حصلت قدام عيني واحدة حبيبتي يعني ترزية يعني كانت شغالة ومندمجة قوي والابرة رح تدخل في صبعها من فوقه من تحت خياطة صبعها وبالمكانة الزيت فكان صعب جدا اصلا قلم الدوافر ده وحش قوي 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 ولو ما هتسيبي المكانة تخلصي تنزلي الابرة لتحت عشان لو عندك اطفال او لو مكانة زي كده ياريت تغطيها انا بخلص وبغطيها بالغطى بتاعها وبقفلوا من الجنبين علشان الاطفال اللي عندي عشان ده خطر جدا يا جماعة بالله عليكم المواسير بتاعت المواكيك والمؤسطات والكلام دوت والابرة كمان بتاعت المكانة كل ده خطر على العيال جدا فخلوا بالكم النقطة دي طبعا ده هيتعامل اوفر بقى بسما اروح لحد عنده مكانة اوفر يعني عشان المكانة مش عندي حاليا في البيت متنسوش بقى اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان نوصلكوا كل جديد وهنعمل حاجات حلوة جدا 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 ببوايل وماشي للفترة الجاية ان شاء الله وغالبا بكرة او بعض وبالكتير هنركب مع بعض شريط حلقات تاني لسه تاير المرة دي على القطيفة كان المرة فاتت على الطل المطرز المرة دي على القطيفة بصوا بصوا والله ما بينه والله ما بينه طبعا بتحطي الخيط لون الجنس